بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وارفعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيسة كشجرة خبيسة جتست من فوق الأرض ما لها من قرار وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبرك عليه أول خلق الله وخير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أعزائي المشاهدين أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بين الشريعة والقانون وعنوان حلقة اليوم أو موضوع حلقة اليوم موضوع يهم الدارس ويهم المشتغل في حق للقانون ويهم العامة من يتعاملون بالقانون داخل المحاكم موضوع حلقة النهاردة مهم جداً اللي هو قانون المحامة بين الشريعة والقانون المحامة اللي بنباشي من خلالها القضايا أمام المحاكم يعني إيه المحامي التزاماته حقوقه حقوقه على موكله حقوقه موكله لديه القصة بتمشي إزاي ويحكمها القانون إزاي وإزاي بين الشريعة والقانون وزي ما اتفقنا مع حضرتكم من أول حلقات البرنامج بنشوف الوجه الشرعي لهذا الأمر وبنحاول نشوف القانون يتفق معه أو لا يتفق وزي ما قلت لحضرتكم إن الشريعة تصلح لكل زمان ومكان لأنها وضعة قواعد عامة مش جمدة تتطور بتطور مجتمعات تتفاعل حتى والله مع العادات والتقاليد ولجمال الشريع الإسلامي قواعد عامة في كل شيء برضو أفكركم دايما أذكركم إن قرآننا شمل كل القوانين اللي احنا بيحكم بيها لكن جلت قدرته ووضعها في قواعد عامة زي ما شفنا القانون المدني شفنا القانون الجنائي شفنا كل القانون العمل قانون الدولي قانون البحر والجوي كل حاجة موجودة في القرآن عشان ننظم حياتنا يعني ما بين الحلال والحرام ولتاكي القاعدة الأساسيال دايماً بنامجنا ماشي عليها إن ليس كل عدل حق إنما كل حق عدل يعني أحيان القانون يطبق العدل لكن مداش الحق فده أمر بيرجع بقى لضميرك بيرجع لضميرك وبرجع أنت بتعمل إيه قانون محمى لو صدى يقونا في الشريع الإسلامي انت قد تتعجب من ذلك قانون محمى موضوع من كم سنة دوت لو صدى في الشريع الإسلامي وهنوضح الأمر إزاي النبي صلى الله عليه وسلم وبرك عليه قال إنما أنا بشر في معنى الحديث إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي وربما كان أحدكم ألحن علي بحجته من الآخر فأقضي له بغير حقه شوال النبي كامل ومكمل الذي لا ينطق عن الهوى افترض في نفسه ببشريته عندما يقضي بين الناس أن يقضي بغير الحق لأنه أمر الله سبحانه وتعالى سابه للرسول وسابه لعادته تقاليد مش بوحي فالنبي قال إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي وربما كان أحدكم ألحن علي بحجته من الآخر فأقضي له بغير حقه النبي عشان يتبرأ من هذا الأمر قال حضر فمن قضيت له بغير حقه كمان اقطعت له قطعة من النار إزاي بقى الشريعة أو قانون المحامية يعرج على دي هجاوب حضراتكم بعد ما أسمع أول اتصال من الأساس سامح من القاهرة فضلوا السامح قالوا تقريب من الاتصال قطع منتظراتكم السامح مع ليش حبيد ينتصل مرة أخرى يبقى هنا في أخواننا اللحن في القول يعني راجل بيعرف يتكلم كويس في تعبير النبي الموجز الجميل فربما كان أحدكم ألحن علي بحجتي من الأخر يعني بيقلب الحق باطل والباطل حق لأنه بيعرف يتكلمه وبعرف يرتب كلامه فخلاص بيخدع القاضي صاحب الحق التاني معه الحق بيعرف يتكلم ما بيعرفش عفوا نتكلم كل مستدداته وأدلته تؤيد حقه لكن مش عارف يعبر مش عارف يقول فهذا الرجل محتاج من يعبر عنه اللي يتكلم عنه اللي يرتب له دفوعه ودفاعه وصولا إلى حق من هنا تجد مهنة المهامة الجانب الشرع ده ولن أكون متعصب أو منحاز إن هي من أعظم المهن قد يسيء البعض كل المهنة الموجودة على الأرض قد يسيء البعض استخدامها أو التعامل بيها لكن ده مش عيب في المهنة نفسها ده العيب في من؟ في اللي بيبشرها يعني الطب وكان الطبيب يطلق عليه الحكيم ماذا لو فسد أعزكم الله هذا الطبيب وكشف عن أسرار مريضه وتعرض لأعراض الناس ده الطبيب يعني اللي ربنا وضعه في الأرض يشفي بعد شفاء الله سبحانه وتعالى أهو السبب في الأرض هل هو عب في مينة الطب نفسها ولا عب فيه هو لا دعب فيه هو ده مهنة سمية كذلك مينة المحامة كما أن الطبيب تكشف عليه الأعراض وأسرار نفس الكلام في مينة المحامة المحامة بيعرف أسرار الرجل أو أسرار موكله ويكشف عليه كل شيء عشان يقدر ينطلق ويدافع عمن يدافع عنه بيعرف وبتبقى آمانة قبل أن يباشر المحامة أقسم قسم أقسم قسم أنه هو يراعي ضميره ويراعي حقوق موكله ويباشر بميرض الله بعد أول اتصال هنكمل هذا الكلام ساذة وفاء من القيرات فضالة فاندم ألو ساذة وفاء ألو طيب برضو منتظرين اتصال ساذة وفاء ونكمل محدداتكو الأمر ده يبقى دي مهنة المحامة مهنة دفاع عن حريات مهنة إن كانت مهنة الطب تتعلق بالمرض بل بحياة المريض بعملية أو أمر برضو مهنة المحامة نفس الكلام بيستعرض برضو لحياة الإنسان في جريمة قد يقضى فيها بالإعدام أعزاكم الله جميعا أو في الحريات كأن يحبس أو يسجن أو في المال إنه ضيع مال أو يأخذ حق في كل ما تتعامل به تجد مهنة المحامة فقد يكون العيب في من يباشرها وليس العيب في المهنة نفسها لأنها وضعت لنصرة الضعيف وإعطاء الحق لزو الحق بل والدفاع على الحريات وكانت وما زالت نقاب المحامين هي النبض الموجود إلى زي اللحظة في الشارع المصري لكن قبل ما أتكلم في قصة حق المحامي وواجباته ويعمل إيه والكلام بكله فقد رعنا أمر أمر شديد الخطورة على المهنة بل وعلى أوضعنا وشكلنا كمحامين نزاع يتم مدام وفاقة اتفضلي فنم مدام وفاقة اتفضلي أهلا بيك أهلا 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 اتفضلي فنم أنا وسهلا أيوة سامعك اتفضلي فنم أنا أنا سهلا يبقى سهلا ناس كثير بيتظلموا من لحن القول سهلا نعم نعم سهلا ودي خقيقة وبنشوف الكير في ناس كمان شهلناهم حتى معليهم بالإعداء نعم وهو مصدوح وكانوا مظلومين كمان نعم نعم أتا مش عاملين بس على فكرة في أوروبة وأمريكا كتير من البلاد بالزبط يتحكم عليهم ويمكن بعد سنوات يفرج عنهم ويطلعوا برقاء في الآخر نعم نعم إزاي حقهم يرجع لهم تاني دي صعبة جدا نعم هو فساد الزمم يعني ملوش وطن معين يعني في كل البلاد طالما فساد زمم أنا قريت على قضايا تير كده حتى برق نعم نعم ده 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 يعني وده برضو حرك الجانب الشرع اللي كلمنا فيه المعنية المحامية يعني واحد بيلحن قوله فخلاص بيضطر يجيبه دافع عنه عشان يعني يعني يا لو صاحب تعبير يزبط له دفاعه وإجراءه ويعرف يرتب بفوع دفاعه ودفاعه بيأتمد على على قوة البلاغة وإزاي يقدر يوصل للحق نعم 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 فعلا ده كلام مضبوط فعلا انت حضرتك شرفتين وأنسينا ده موفاء ودائما تحت أمرك وحضرتك بالفذنة كتير الله خليك بنسمع لك دايما لأنه عندك معلومات تنقصنا يعني تنقص العزمة كمان يا فندم ربنا خليك دايما هيشرفنا بقى يعني كل حلقة أنه حريك تتواصل معنا وتزيدين من الأمور المتصلة بواقع وتشرفين في كل وقت يعني شرفتين ونورتين وزدت من قدرين يا فندم شاكرين يا مدام وفاق شاكرين فندم تحيات يا فندم ألف شكر يا فندم مع السلام فزي ما مدام وفاق بتكلم آه لحني القول خلاص يعني واحد بيقلي بالحق باطل باطل حق وجضية حقوق وحريات بل وأحيانا يصل لدرجة الإعدام مدام وفاق اتلك آفو الناس بعد سنين تظهر برأته عايزة ضفلها كلام لا ده بعد إعدامه بل بعد تنفيذ فترة عقوبة تظهر البراء والأسف كون دعمه استقبله أو ضع حياته وضع سمعته تشرط أسرته بسبب قلة الضمير بسبب أني محدش عارف يعني كان يرتب له كلامه ويبعنا تصالوا سيد زحمد تفضل عليكم السلام أهلا أهلا سيد زحمد أهلا بيجي سيد زحمد صديقنا الدائم أهلا بيك يا حبيبي منور زحمد تفضل 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 حبيبي طب أنا عايز زحمد قبل لمساعدتك بتقول إحنا أخوانا برضو نتيجة لكسرة الاتصالات فعلا وكسرة الاتصالات على التلفونات الخاصة والله يعني شبه 24 ساعة ولن أتأخر عن أي حد برضو يستغيث أو يطلب يعني مساعدة فإحنا عملنا صفحة البرنامج صفحة البرنامج على الفيسبوك الصفحة دي مشكور زحمد يعني وضعها بمعاونة زملاء طيبين يهمون بمصالح الناس الصفحة دي حط سؤالك وبإذنها حتى هنرد عليك مكتوب يعني هيبقى مكتوب على الصفحة وتقدر تستفيد الصفحة الصفحة يعني صفحة بين الشريعة والقانون برنامج بين الشريعة والقانون برنامج بين الشريعة والقانون الصفحة موجودة يا أخوانا اكتب سؤالك وإن شاء الله نجاوه هو السؤال الأول يعني اللي كان يعني أثار برنامج على الصفحة هو يعني أحد الاخوة اللي يتأل عن قانون الخلع يعني ده خلاف لكل النواب يعني إجماعات حلقة الموضة لا أبد أنه يكون موجودة في الإيه يعني في الإعداد إن شاء الله يعني 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 عايز إيه زعم القانون الخلع هو بيقول أنه ما تسترجع الزجع أنه حاضر طيب حاضر حاضر نظرا يعني لتعابض لبعض المشاكل يعني 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 بالزبت يعني يعني برصو قانون العاملين في الخارج برضو يكون إن شاء الله لإذن الله شضايات حلقة جيدة لأ وبخاصة ده رد مع أولادنا ويعني ولازم له حق علينا طبعا يعني 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 مساعدين في اقتصادنا وكلام ده فلازم يعرف وضعناك وكيف يقاضي الدولة الأجنبية اللي موجود فيها الكلام ده موجود تفضل ياريت يعني كلام جامل لو زح لا أي أمر تاني تؤمر بتحت أمرك حبيبي أشكرك وزح أشكرك دايما يبني على تصالك ومعلوماتك القيمة اللي بنسمعها قانون الخلع أخواننا خلاص ده يعني نصرة الشريعة الإسلامية للمرأة فاكرين زمان أفلام أريده حلا أريده مش عارف إيه وزوجة ما بتطلقش ويحصل إيه وبتحصل مشاكل كتيرة جدا فلما جم ينصف المرأة عشان تنتهي خلاص جابوها بالشريعة الإسلامية حديث بسيطة النبي صلى الله وآله رد عليه حديقته تلجأ المرأة للخلع لأنه خلاص مش عايزة تسلك طريق الطلاق عن طريق المحكمة اللي بياخد إجراءات كبيرة والقاضي بيحقق فيها ويشوف الدرر ده محقق ولا مش محقق عشان يفصل طلق العلاقة فبيكون حارس جدا إنه لا يقضي بالطلاق إلا لأسباب بيكون يعني شديدة جدا فبتخد وقت كبير دعوة الخلعة خلاص ممكن تقضى أقصى ستة شهر يعني خلاص هي بترجأ للمحكمة إذا استحلت الحياة الزوجية بتفقد كل حقوق كانت خدتها أو مكتوبة كمؤخر الصداء خالص يعني السيدة اللي بتلقى للقلعة ما ليوش دعو بقائمة المنقلات دي ده أمر وده أمر فخلاص بتلقى للمحكمات تقول أنا عايز أطلق أطلق خلعا من هذا الرجل يعني هذا اطلق منه خلعة أنا والله يجال يسأل برضو نهاردة إيه العدة بتاعتها يعني العدة بتاعتها إزاي هقولك برضو فخلاص قانون خلعة خلاص هي بتتطلق بأنها بترد كل ما أخذته وتتنازل عن حقوقها هذا الأمر ليس له علاقة بقائمة المنقلات ولا حقوق الأولاد إذا كان موجودين لأنها لا تملك أن تتنازل عن حقوق أولاده ولا تملك ولا تملك أن تتنازل عن حضانة الأولاد حتى لو كتبت الزوج يروح للمحكمة أو ما يروح بيعلن بيعلن مرة واثنين وبيعلن مرة كمان لعرض الصلح فإذا لم يحدر خلاص القضي بيعتبره أنه حضور اعتباري وبيخضى بخلع المرأة وأمر ليس له استئناف خلاص خلعت خلاص القضي بيهي في الآخر إن المحكمة حكمت بطلاء السيدة كذا كذا بطلاء بطلاء السيدة كذا كذا خلعا من زوجات سيد فلان فلان وبتبتد بقى حالة المرأة هي إيه اللي نقدر نحسب من خلالها مدة يعني يعني كل مرأة لها حالة طيب معلومة زعلاق تفضل سلام عليكم عليكم السلام تفضل يا حبيبي حضرتك على أفادي أهلا وسهل زعلاق إزاك حبيبي الله يخليك أحبك شكرا على زلاء تفضل متى تستحق حضر حضر يا علاء أي حاجة تحت أمرك تشكرا على زلاء تفضل حضر فخلاص يا أخوان يبقى الخلع ده طلاء ففترة العدة خلاص بتمشي زي ما تكون مطلقة بالزبط طلاء العادي وبنحسبها حسب حالة المرأة يعني ثلاثة أشهر وعشر طيام كل حالة لها كانت مثلا الحوامل يعني خلاص عدتها نتضع حملاء نشوف حالتها لكن الخلع كال كالطلق الأوضاع العاملين بالخارج إن شاء الله هنفرد لا حلقة أو أقول لك إيه القانون للأسف ما عندناش قانون بيقولك يعني حماية أولادنا بالخارج ما فيش قانون كده ولا قانون العامة بتاعنا بينطبع اليوم خلاص وفي إقليم دولة بيبقى ملتزم بقانونها فبس برضو نقدر نعمل إيه إن شاء الله نوضحها لأبنائنا في الخارج الأستاذ علاء بتكلم على متى تستحق الزوجة قائمة المنقلات قائمة المنقلات يا أخواننا ده إصال أمانة إصال أمانة في عنق الزوج تستحق الزوجة في أي وقت حتى ولو كانت الزوجية قائمة يعني الزوجية قائمة تقدر ترفع عليه جنحة خيانة أمانة أو تبديد منقلات والزوجية قائمة فهي أستاذ علاء هي تستحق في أي مرحلة لكن جرى العمل بعد الطلاق بعد المشاكل بعد الموت بتتطلب معلولات والأسف يعني زادت المشاكل كتير بهذا الموضوع والله برضو هنتكلم فيها برضو عشان نقول إم تبتبطل معانا مين يا أسام من فنم أستاذ empower إسراء الله يارسgasping أهل تمش والورق بتاعي بجاله سنة ونص في التنظيم والإدارة حضرتك مش عادة أعمليه ومعادش رد عليك أنا فاك أنت كلمتين وصفينيه عن هذا الأمر عشان تعيينك أو شيء من هذا القبيل يعني أنا كنش أنا متاثبت حصة بالآتي حضرتك تبعدوا مجلس النوب الموجود ما قلتلوش الكلام ده يعني عشان يحاول حتى يساعد تبقى وعدم اللي يقولوها ولا ما فيش الكلام ده الكلام ده لا الورق حضرتك في التنظيم والإدارة يعني سألت الورق بتنظيم والإدارة بجاله سنة ونص في التنظيم والإدارة السيد النائب عندك في الدائرة ما حاولش يعمل أي تحرك يعني طيب حاضرتك طيب حاضرتك أقولك يا عسلام تعمل إيه ورقك يا حبيب في تنظيم والإدارة تنظيم والإدارة ده الجهاز التنظيم والإدارة اللي هو بخلاص الجاه عندك في الأزر بتعرض أنها عين فلان وفلان يعني أنت فعلا هتتعيم بس لازم التنظيم والإدارة يخلق الدرجات المالية اللي يتم تسكينك عليه فهنا بتاخد فترة فأنت تيجي تتابع في القاهرة هنا أو كلمني بعد الحلقة وأنا والله أتابع لك أشوف لك الموضوع ماشي فين يعني حطيلي على الواتس أو كلمني وديني اسمك بالكامل وإحنا نبعت نشوف لك الدنيا وقف فين لكن هو رايح تنظيمه دار عشان يخلق لك درجة مالية تعين عليه بإذن الله يبقى يا أستاذ علاء الزوجة تستحق القائمة في أي مرحلة مش شرط طلاق أو شرط مشاكل ده ممكن تكون الزوجية قائمة والكلام ده كله وراجل قاعد يتغدى معاه ومرفوع قضية في المحكم مهنة المحامة خلاص تجد خلاص أمرها الشرعي أن احنا مع الرجل الذي لا يستطيع أنه هو يرتب كلامه أو يقول دفاعه ودفوعه أمام القاضي ويطلقبط ويطلقبط الدنيا معاه لكن هل المحامة مطلق في عمله معاني أستاذي ليلى تفضلي أستاذي ليلى أنا معيك أقولي مشكلة تحت تفضلي تفضلي يا ليلى تفضلي بص أنا أرمالة لرجل فاضل طيب وفي خلاف بني وبين أهل جودي على الوز معي عادي بيع شقة بيع وشير وهم طردوني منها أعمي أي طيب طيب براح يا بنت براح يا ليلى حاضر يعني مين اللي كان بعلك يا ليلى مين اللي كان بعلك المرحوم رحمة الله عليه المرحوم كاتب البيت كله ثلاث تدور وبيتقل من مئة خانسة وسبعين متر آه وباق ولاده ثلاث رجالة وبنت وانا آه وهو كاتب آه مقسمه يعني الولاد روبا خمسة وعشرين في المية وانا وبنته خمسة وعشرين في المية تمام باقم حضرته آه فأو فيه عادي باع وشرح طيب بنا كلنا وبين بعض وابنه ومحامك كبير هو اللي كاتب العساعد وهو اللي رافح حق توقيع وكل حاجة بهدوء يا ليلى بهدوء هو اللي قام مفترض من الشقة طيب بهدوء يا ليلى حاضر حاضر طيب أقولك تعمل إيه اهدي يا بنتي وأقولك تعمل إيه خلاص هو الرجل تصرف قبل وفاته إنه باع لولاده والكان دي كله خلاص بقيت عقود بيع نافذة أمر نافذ وموجود فعادي البيع ليلة اللي انت خدتيه ده ومنع حياستك للعين فعنا ممكن نعمل دعوة حيازة دعوة رد الحيازة اللي هي سلبت منك وممكن نرفع دعوة تانية اسمها دعوة التسليم ويختصم فالورصة ويزر حكم بتسليمك العين وينفذ جبرا وممكن ترفع دعوة اسمها دعوة تثبيت ملكية يعني ترفع دعوة تثبيت ملكية أمام المحكمة ويقضى لك بتثبيت ملكيتك عشان تحفظ حقك مستقبلا لكن الوضع المستعجل دلوقتي ممكن ترفع دعوة حيازة حيازة خلاص سلبت حيازتي فبير رفع دعوة سلبير حيازة كنت حائزة وكامنا كله وسلب من حيازتي فبتقدر ترفع تلك الدعوة وترجع للمكان ده طالما العقد موجود وسليم فهو عقد بيع صريح يعني يوجب جميع آثار عقد البيع فما تيلا إيش يعني هما يعني لو كان الإخوات توصلوا للدرجة دي من الجحود على أخوهم أو على أولاد أخوهم فيعني اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله يعني هتحصلوا برضو يعني يعني إنك ميت وإنهم ميتون هتموت هتموت يعني بس إلا أوقات ودرجات فاتقوا ربك عشان هتقوله إيه لما توفق أمام يدي الله هتقوله إيه مرضتش يسلم خدتوا بأي حق بعين الطمع يعني وكامنا كله هتسأل أمام الله على هذا الكلام فانت منت ترفع دعوة تثبيت ملكية وترفع دعوة تسليم كذا دعوة زي ما قلت لك كده المستعجلة فيها دعوة الحيازة فيجي المحامي يا أخواننا خلاص بيبشر مهنة المحامي عشان يدافع عن حاطر السادس جمال اتفضل خلاص بيبشر شغل اتفضل السجمال حدثك الاسم جمال من كبر الشيخ اللي كنت تشغل في مصنع في كبر الشيخ يا فاندي في مدينة فوة أي وسعب المصنع أنا تعوضت على مكانة كنت تشغل عليها وحصلي بترف أربع صوابع يا حاولك الله يا رب آه وسعب المصنع يا فاندي بجالي شهر مش هاد يعالجني وأنا بصرف على حسابي بجالي شهر وبدعلي على حسابي ومش هاد يأمن علي والمصنع ده في تأمينات وكده المفروض يأمن علينا وهو مش هاد يأمن علينا لو سيدنا وبيقول له روح اشتكيني مش هعمل له بحي هل أعمل إيه؟ هل أعمل إيه؟ هل أتفضل بقناة إمكانيات على جداء وبصرف على نفسه عناية جمال حاضر حاضر خلاص حقيقة ويا ريت توصل معي ذا كان بتاع فاندي تقول لي أعمل إيه ذا كان معي بتاعي بالكونتول طيب طيب حبيب خد الأرقام موجودة على الشاشة والعنوان برضو تكلمني وهقولك برضو في العجلة تعمل إيه؟ وباستفادة إن شاء الله بعد الحلقة بإذن الله جمال ماشي حاضر تحت أمر برضو بعض أصحاب الأعمال يعني يعني يقول إيه؟ اللي ما فيش فيه ضمير بيجي واحد غلبان زي جمال بيعينه وحتى أحيانا بيمضيه على الاستقالة عشان لما يعزوش يطرده وخلاص وكأنه الرازق يعني وكأن أرزائي العباد في يدي ساعدته ياخد تعينته واستفدت به وراجل قطعت أصابعه باتر أربع صوابع أثناء عمله طيب جمال أو غيره يعمل إيه يا أخوانا؟ لا إعلقة العمل قائمة لو فاكرين أقول الحلقات اللي قلتلكوا عليها أن العقد مش شرط يكون مكتوب ده من جمال القانون إجابة وقبول يعني عقد عمل جمال سابت بمجرد شغله ويقدر يثبته بكافة طرور إثبات هتتوجه يا جمال لمكتب العمل الموجود به وتشتك صاحب العمل بهذا الأمر وتطلل حقوقك كعامل عنده وأنه ملزم بعلاجك لأنه دي إصابة عمل وإصابة موجودة أثناء العمل وتشوف أنت موجود من أمتى وتعينت من أمتى عشان يفرض عليه التأمين عليك لأنه برضو يا ابنة تكبر وده تأمينات لازم في معاش فمش عارف أصحاب العمل إيه اللي جررهم يعني هينقص من إيه يعني من دخلك أن تدفع رجل تأميناته وتشوف مستقبله كما هو يعني يرعي مستقبلك أنت الآخر وبيشتغلك الشغل وبنجحك وبيكسبك معاني أستاذ السيد برضو اتصال تفضل السيد أيها السيد أيها حبيبي تفضل تفضل حبيبي تفضل أيها سيد تفضل تفضل حبيبي يعني أنا أنا مشتقل المترضف أتباستعليم الإيه؟ المترضف أتباستعليم وبعان جالي والنبي رضح صوتك يا سيد والنبي بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ عن المترضف أتباستعليم وحصلت على المؤهل أثناء الخدمة آه طب يعني أنت أثناء الخدمة حصلت على مؤهل تمام يا جمال برضو الصوت حبيبي مش ورح خالص أنا أنا تسويات وبردو تكلمني بعد الحلقة يا جمال عشان يا سيد ويبقى الصوت ورح يابني لكن بصفة عامة جواك شكرا تطمئن حصل على مؤهل أثناء خدمته يعني في الخدمة يستطيع أن يسوي حالته على المؤهل اللي حصل به رفضه بيرفع عضلة اسمها دعوة تسوية بيسوي حالته على المؤهل اللي خده أثناء الوظيفة كان زمان يختلف لو هو تعين مثلا راجل معاه مثلا بكريوس ودخل تعين بسنوية عامة يجي يسوي له لا ده أنت قابلت دي بعض المحاكم برضو سوت له حالة لكن المؤكد فيها المؤكد أنه حصل على مؤهله أثناء خدمته يسوي حالته على الدرجة والمؤهل اللي يعطيه تسأله الزحمد أستاذ عبدالله الفضل أستاذ عبدالله أفضل أستاذ عبدالله نعم عبدالله أشحة معك اتفضل يا حبيب اتفضل أنا من المنوفية نعم نعم أنا من المنوفية مركز من انت السداء طمام أه 28 سنة سوقت كنت ماشي أه عام الحادثة لا يمبئي لثلاث سنة بعمل في عمليات حاولت أن أنا أثبت نفسي وأعمل ورقي كل ما أعمل ورقي بيختفى آخر حاجة وصلت فيها مكتب منطقة التجنيد بتاعت أنت تستمي أنت فيه وأنا عاجز دايما وأحول الورق بتاع مركز الشرطة اللي هو في مكتب التجنيد في المباحث والورق اختفى رجحت رفيت على المباحث المباحثة اللي احنا مش مسؤولين رفت للقائد بتاعه في مديرت أمن شبين أنت يا عبد الله أنت صائد قيد يعني ما فيش شهدة ميلاد صح كده يا ابني ولا كلامي مش مظبوط صح صح يا فندي إيه اللي دخل الجيش بقى ودخل الكلامنا كله في الكلام ده وأنا يا فندم رجحت المنطقة التجنيد عشان أتسلم يعني المنطقة التجنيد هتطلبك إزاي يعني هتعرفك من إيه يعني دخلت عشان يسننوك يعني طيب وبعدها اللي حصل الورق بتاعي خلص والعمدة مضى والتحرير بتاعك المباحث ورحت تستنين تهناء طيب ما بعتول الورق بتاعي على جيش بين وشبين بعد الورق بتاعي على مكس المنطقة السادات بتاعي تنين لشان أستلمه وروح أتطلع شهارة المنطقة بتحته وبعدها اللي حصل بعدها اللي حصل رحت أستلم الورق ما لقيتوش رضعوني طنطة طنطة بداتني جواب بتحول الورق اتحول فين شبين فرح التجميل طيب بعت فرح التجميل بداتني جواب إنه هو أتحول السادات في مركزي واستلمه من مركزي طيب رحت السادات ولا مروحتش رحت السادات وروحت الرئيس المباحث قال لأنا مش متؤول المسؤول بتاعه القائد بتاعه في شبين والوقت اللي هناك المجنة اللي هناك عتكارف المكتب طيب طيب هقولك يا ابني تعمل إي حاطر وبردو تواصل معايا يا عبد الله بعد الحل عشان أقولك تروح لمين وتخلصها بإذن الله بسرعة يا ابني أصل موضوع سهل يعني سأتكره لا أتكلم ما أنت بتكلم إن الورق بس تاية يعني الورق تاية هما خلاص سننوك وأنت بصدد استخراج الشهد الملادي يا عبد الله فكلمني هقولك تروح لمين وتعمل إيه لأنه واضح إن الإجراء تمنتها بس الورق تاية أو محدش بيتابعه فأكلمني ونقولك تروح لمين آآ هذا يا أخوان مهنة المحامة وهي مشاكل متنوعة مشاكل متنوعة بيشيلها المحامي على كتافه وأؤكد إذا فسد البعض فليس هذا معناه فساد المهنة أبدا ده مين الدفاع عن حريات وحقوق واجبات يعني تلاقي المحامي أقولك على حاجة ظريفة تلاقي المحامي دايماً يلبس روب أسود وعليه كده شارة ونجوم وموضوع زي كده وفي يعني وفي قطرة قماش بيضة كده في الآخر إيه إيه الدلالة إيه وجه الدلالة من الكلام ده أقولك بعد أما ناخد اتصال من أستاذ ناصر اتفاضل أستاذ ناصر سلام عليكم أستاذ مشياء أهلا بيجيك اتفاضل يا حبيبي اتفاضل يا ناصر يا ناصر ناصر علينا الآخر الايه ناصر علينا قولي يا ناصر واحد ناصر علينا آه ناصر عليك ناصر علينا طبعاً بحاجة أنهم بيشغل فلوس في العقارات آه ولم يبلغ طبعاً ودلوقت مش عارفين نعمل ما يحايا توظيف أموال صح كده توظيف أموال آه إداك ورق ولا حاجة ولا خد كده لا لا مدناش ورق دلاتك كده مدناش ورق طب أنتو كام واحد يا ناصر كتير ولا أنت بس ده بتاع 80 نفر طيب اجمع على قد ما تقدر من 80 نفر وتطلع على مباحث الأموال العامة فروحنا لباحث الأموال العامة ما مش يحضرنا بشكوى لا تعمل شكوى هم مرضيوش هم مرضيوش ليه تجريباً هم مواطنة على الكل لا ما فيش الكلام ده لا 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 مباحث الأموال العامة جهة موحيدة وديها شريفة لا طيب برضو طب تواصل معايا برضو وأقولك تروح لمنه عشان تقدم شكوىك وأقولك تتقدم ازاي لأن ده يعني دي جريمة توظيف أموال يعني ونصب لسه الناس موجودين يعني يطلع حوت جديد كلمني يا ناصر بعد الحالة أقولك تروح لمنه عنايا حاضر وزي ما أكد لحظاتكم أن احنا عملنا صفحة للبرنامج على الفيسبوك اكتب سؤالك وإن شاء الله نجاوبك عليه مكتوب وعلى الشاشة بوجود نزلت على الشاشة تنورونا في أي وقت يا غن ونسمع برضو اتصالاتكم قبل ما أخش بقى في القصة المحامة وحقوق المحامة وزي تتعامل معاه وزي برضو تاخد حقك منه وزي هو ياخد حقك ومينة المحامة دي ايه وجه الشرعية فيها ازي بقى الراجل بري مدان مدان ومتهم والمحامة بطلعه براءة ويقولك ده أكل المحامة حرام الكلام ده هنجاوب عليه بإذن بس بعد ما تناول الأمر المحزن اللي حدث في نقابة المحامين وستاذنا كعمل بس دقيقة بس أعرض الكلام دوت وبعدين ناخد الاتصالات كان نقيب المحامين رجل فاضل ومحامي فاضل تولى النقابة في ظروف قاسية جدا والرجل له إنجازات لا ينكرها إلا جاحد ما ينكرهاش إلا جاحد نقل جداول شل اللي هو مجرد محامي الاسم وده شيء طيب جدا جدا عشان المحاماه من يعمل هو الاسفيد مش يعمل المحامي وغيره مجرد معاه كارنيه ويقولك محامي قبض عليه كذا هو مشتغل محامي فبصراحة الرجل في فترة ولاية نقابة المحامين كان جهد طيب جدا لا ينكره يقول له جاحد في الانتخابات الأخيرة يعني لم يوافق يعني الحظ الأستاذ سامح خلاص هو يعلم خلاص دقرات المحامين لأن من أنزه النقابات اللي بتهمي في دنيا يعني انتخابات نقابة المحامين وعلى أشرب قضائي لأن المحامين يعني الناس اللي بيجوين الحقوق وكذلك فما يصحش يدور حقهم أو يتزور لهم انتخابات فتبقى معبرة عن الحقيقة فتقدم وكان يتقدم دائما الفقيه الأستاذ العالم أستاذ رجاء عطي اللي هو ما يقلش قدر عن أستاذ سامح عشور وقبل ما نخش في الموضوع ناخد برضو تصال أستاذ سامح تفضل السلام عليكم عليكم السلام تفضل السامح معك سامح من منصورة بيش من منصور أنا وسألا تفضل اللي حضرتك كانت مراطي كانت خدت الذهب واشتكت نبو اللي الضمير وكان ثابت في القيمة مزبوط في القيمة حضرتك جرامات ومزبوط فلو طيب طبعا وكانت لابساوه خرجت به طبعا أه خرجت بقيمة طيب وخدت حكم في القيمة ولا لسه لسه حضرتك يعني لسه منظورة يا سامح أي طيب أقول لك يا بي تعمل يا حاضر فضل شكرا يا سامح يا ستة اتتأي الله في دينك اتتأي الله في الرجل النساء تسأله فيه ولاد ولا فيش ولاد وسامح لسه معنا اتتأي الله شيخة انت لبس ده بتاعك وخرجت به المساق الغاليز اللي ربنا سبحانه وتعالى حطوا بينك وبين الرجل ده وقد أفضى بعضكم إلى بعض أمور زوجية ما يعني أبوك أصلا معرفهاش خلاص استحالة العشرة يبقى أخذ حقك فقط لكن قلة الضمير تصل تبقى خرجة بدهبك وتشتكي بيه والله ده نوع من أنواع النصب ونوع من أنواع التزوير المعنوي فانت يا ابني طالما الدعوة أو الجنحة ما زالت منظورة إحنا كده في مجال جنائي تحاول تثبت أمام القضي الجنائي بكل سوب الإسبات وكل طور الإسبات ومنها شتى الشهود أنها خرجت بدهبها وأنها شيء طبيعي خرجت به وللناس دايما بلاش قصة الدهب دي في القيم بلاش بتعمل المشاكل دي فانت يا سامح تقدر تجيب شهود بل وتعمل لها محضر شرطة أنها خرجت وكادت لبسها دهبها وتقول الكلام ده وتثبت القضي بكل طر الإسبات وفي اتصال تفضل مين السلام عليكم عليكم السلام معك مصافة حمد عطاء أستاذ محمود اتفضل يا حبيبي اتفضل من يا أستاذ مصافة منين أنا من الأجيبية أستاذ اتفضل يا حبيبي اتفضل لحدنا كمام قضي مطوافلية وسيبقى محمد ونادى رحمة الله عليها طيب طيب محمد عنده كم سنة ونادى عندها قد ايه محمد عنده سبع سنين ونادى عندها 12 سنة طيب وحضراتهم عايزين حداج تترهبا يعني وخلاص وانت عندك كم سنة كمان أنا عندي تشعر 30 سنة طيب يا ابن حاضر حاضر اقولك تعمل يا مصطفى حاضر برضو يعني يا اخوانا شارع ربنا يا جد محمد وجد ندى ليه بتمنع عن الراجل انه يتزوج يعني على قال يعف نفسه ويجيب اللي رب اللي ولاد ونسأل الله تطلع ست فاضلة وتربي ولاد وتربية صالحة فليه تمنع هذا الامر يا سيد التائل لا وبرضو ما تخافش لان برضو انا امرعي مشاعرك في بنتكم اللي توفت رحمة الله عليها الراجل بولك ست زوجتي فاضلة توفت يعني راجل يعني بيوكن لها يعني شيء من المشاعر الطيبة هو فالتائل لا سيب الراجل يتزوج ويجيب من يربي أولاده لانه أحسن انا اسف التعبير يا مصطفى احسن خدام ليهم أبوهم والولد طبيعي عليهم يعني أنا عايف يعني الحضانة تروح طالما الأم الزوجة موجودة والكلام دا كله ففيش داع للكلام دا يعني كايت برضو مدام وفاة كلمتني في هذا الأمر وقالتلي يعني بيبقى فيه افترة على الزوجة كتير وبالذات في موضوع الحضانة لكن عن جانب آخر بيحصل نوع من الافترة من الزوجة برضو أو أهلها فيما يخص قصة الحضانة وحرمان الأب منها يعني أنا كمحمود العريان المحامي وعزب الله من القول أنا دي يعني أهيب بالمشرع في الدورة التشريعية القادمة أن يترك للقاضي مسألة ترتيب الأولوية في الحضانات من يكون الحاضن يسيب للقاضي وقضاءنا في مصر قضاء عادل وشامخ يقدر القاضي يشوف مصلحة الواد أو البنت مع مين مع الأب أو الأم فاتقوا الله في الولاد ويسيبوهم لابوهم يربيهم ويسيبوا الرجل يطبق شر ربنا تسعة وتسعة وغير اعتبروا يا ست ابنك فاتقوا الله لأنها تسأله عن هذا الأمر ولأنه هو الولد طبيعي وأحق بولاده حتى وإن كان القانون بيعطي الحضانة لحضرتك ومعنا تصال مين أو زحمد أستاذ مونير تفضل منين أستاذ مونير سامو عليكم عليكم السلام تفضل يا مونير إزاك أصدنا فاضل أهلا بيك تفضل سامو عليكم سامو عليكم أنا من المونير فاهيم سويحة أهلا من المونيفية أيها اسفاضل يا مونير فسيارتك أنا أصلا فلع معاش من ألف وعشرة تمام وبعدين خدم الجيش أسادها في تاتة وسبعين ومن حالي في تاتة وسبعين يا بطل وطالع من ضابط 24 مخفص اشتغلت الشركات شركة واحدة 20 سنة اشتغلت سنتين ونصف في زكا تانية يا بطل يا مونير وسويت حالتك سن الستين ولا طلعت معاش ازاي كنت شغال فين على ستين يا فقدم باخد معاش معاش سواء انت عارف قولنا الجيه يا مونير الجيه اللي كنت بتعمل فيها حبيبك هتجهت ايه يعني اسمه ايه كنت شغال فين يا مونير كنت شغال عند بشاي بتاع الحدي والصول بطيب وبعدين اللي حصل وبعدين تبتدعت معاش باخد معاش عادي ففي علوات بنزلت لسان اللي فاتت اه اه ضم العلوات دي اه طبع وارتباع مرتب انا ما اخدتش وححصلش ليه ما اخدتش ليه ما لاني بقولك انت كنت قطاع خاص طب اقتاع خاص انا ايه تول اقتاع خاص بعد الناس من قطاع خاص وانا لسه لا لك لك حق في ضم العلوات اللي صدر بها حكم الدستورية العالية او الادارية العالية في هذا الامر لان طب هقولك 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 يا منير هي هي هتحتاج قضية وتواصل معايا برضو بعد الحلقة هقولك تعمل ايه لان العلوات دي اصلا حقك وضم العلوات اللي خلال خمس سنين الاخارة ده حق ده حق لك لان برضو يعني نظام القطاع العام على خاص في التأمينات يعني متقارب او يعني مش 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 شاسع الفرق بينهم فكلمنا اقولك نوع القضية اللي تترفع ايه فيتصلوا لحاجة نعم مين حاضر فالأستاذ سمح شور جهد يا اخوانا لا ينكره الا جاحت وادى الامانة فعلا ونقى الجداول وانشاءات ومبنى النقابة الجديد وانسان محترم وجاء من يماسله او يضاهيه باردة المحامين الخرة استاذ رجاء يعطيه لكن ان يمنع هذا الفقيه وهذا الرجل المحترم لان في مصر نقيب المحامين هو رئيس التحدي المحامين العرب وده شرف لمصر مع انا ام صالح اتفضلي يا ام صالح عليكم السلام عليكم عليكم السلام منين من القاهرة اتفضلي حبيبتي ايه خير ايه خير ان شاء الله هو حماية متوفية ايه ايه عماية متوفية من اللي توفى حماية حماية اه اتفضلي زوجي كان مدن مدن مخدرات اه طيب وبعدين اتعالج ايه طيب واخواته مش عايزين اده طيب ماشي حاط طيب اقولك حاط طيب وبرضه طول يا ام صالح معايا برض الحلقة برضه اقولك تعمل ايه وفي عجالة يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى ما نظمش شيء بالدقة المتناهية للمواريس وربنا اتكلم فيها قالك تلك حدود الله حد من الله سبحانه وتعالى ما تقربوش الكلام ده يا اخوانا عيب هتسأل امام الله تمنى حق ربنا ليه ربنا في المعاملات زي ما قلتلك كلها قوات عامة في المدني في الجنائي في الجنائي في القانون العمل لكن جاه في المواريس ويحطاه انا اسف في التعبير وانصاح على القول بيستحتوت وحقك فين قدام ربنا هتروحه هتقوله ايه تمنع طب كان مدمن الراجل كان مريض وعفاه الله خلاص مدمن يتعامل عنه مريض سلك هذا الطريق خلاص وربنا يعافيه ويداوى مش هيبقى بقى وزريعنا تمنعه وعنده ولاد وزوجه فوالله هتسأله امام الله وهتسأله عن هذا الحد امام الله من منعه مراس او توزيع المراس فعايز اقولك يا مصالح امامك طريقين فيه جنحة اسمها جنحة عدم اعطاء المراس فيه جنحة اسمها كده ويقدر برضو يرفع دعوة من خلال فرز وتجنيب يثبت اولا مراسه ويثبت ان كان والده عنده ما يورس ومن خلال اعلام الوراثة ويعمل فرز وتجنيب وياخد حقه وفيه جنحة دي اللي بتبقى وسيل الضغط ترفع لاخواته عشان يمتسلوه ويعطر الراجل حقه حقه مش اللي قراره قانون ده اللي قراره رب العباد من فوق سبع سماوات فاتقول لي يا اخواننا والناس اللي بتمنع الانسة اللي تورس انت جيبت كلام ده من اين هونت هكون قعدل من ربنا ده بقولك المواريس دي ربنا حط التمن الربع السدس النص التلتين امور بالدقة لكن تجي مثلا ناس متخلفة برضو لك بلاش ايه للذكر مثل حظ الانسيين يعدلوا في القرآن ده كفر تعدل في قرآن ربنا الخالق القادر المسير الكون صاحب الامر الله جلت قدرته هو وضعها كده يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانسيين وقانون المصري مش على هذا الامر تيجي داولة بقى اللي داعي لذكر اسمها وقولك لا بلاشي يعني يوصيكم الله في اولادكم للذكر زي الانسة دا كلام كفر والحاد لانك بتعدل في نص نص كرآني الكرآني اللي هو يعني من جعله امامه قضاء للجنة ومن جعله خلفه قضاء للنار دا دا الاتباع ما بلك بقى في الابتداع انك تعدل في نص اللي هو انت حسن من ربنا سبحانه وتعالى يعني اولا مصالح حولي برضو حد يذكرهم بهذا الكلام ما امتسلوش لهذا الامر فيه جنحة اللي بقولك على دي جنحة منع مراس وتقدر تثبيتي المراسة اللي موجود وكلي محامي في هذا الامر واي تفصيلة بنتكلمين وقولك تعملي فيه ايه فياخواننا النهاردة المحامين والجمال العامة اختارت الفقيه الرجل المحترم الاستاذ رجاء اعطيه لا يستطعنا في الاستاذ سامح يعني قلاص الجمال العمية يعني عامة الامر ده يحدث شيء لم يحدث في تاريخ النقابة يعني مصر دايما ايضا بلدنا دائرة في كل شيء والله كما ان ده جامعة الدولة العربية مقرها في مصر برضو التحدي المحامي العرب موجود في مصر وتتكريم للدولة وتتكريم تستحقه لان احنا مصر مين سلام عليكم اه يا هودا عليكم السلام اتفضلي لو تمحت عايز اجعل فين القانون اللي بيت طبقان تنة الحضانة يعني يا هودا الحضانة اه حاضر انت مين بقى انت مين فيهم يعني انت زوجة ولا جدة ولا ايه بالزبط لا عمسها عمسها طب فين امها وابوها موجودين والامها موجودة امها متجوزة وأبوها متجوز أمها متجوزة طيب وفيه اه طيب طيب ماشي كده الكلام مصبوط طيب هقولك حاضر الخانون يا اخواننا خلاص قصة الحضانة اذا بلغ اذا بلغ البنت اولادة 15 سنة خلاص كده بيخير في قصة الحضانة تعيش مع امك ولا ابوك الطفل هنا يخير برضو انه خلاص في ترتيب الحضانات الامة خلاص تزوجت فخلاص ما تلفعش بقى حضنة والابت بضعبط الحال يعني ترتيبه في الاخر خالص عشان يكون حاضن فبيجي يخير هنا تقعد مع ستك ولا مع ابوك فلو اختار سته اللي هي جدته خلاص بيقعد معاها بس بتسقط هنا اجر الحضانة والصفحة اخواننا موجودة على الشاشة حط سؤالك والارقام موجودة ونجاوبك به والعنوان موجود والارقام التليفون وتحت ابروك في اي وقت كلا الوقت عاد يحملوا الحاجة طيب احب فمعليش يعمل دقيقة واحدة بس يا أستاذ سامح أستاذ سامح انت كنت نقب عظيم ونأمل في دورات قادمة تكون موجود يمنع الأستاذ رجائي من دخول التحدي المحامي العرب وإحنا كمحامين اللي بندفع عن الحريات وبندفع عن الأمور إحنا لنهتك هذا الأمر يعني ويريب بالأستاذ سامح ان يخرج يخرج فورا ببيان يستبرق فيه من محدث انه ماليش جعب هذا الشأن أستاذ رجائي راجل محترم وفقين محترم ونأمل في الخير وتنافس شريف على منصب نقيب المحامين يعني أنا كمحامي أستاذ سامح أو أي أمر وأنا والله أربع بالسامح أن يكون له شأن في هذا الأمر يكون له يد لو جال لحد رئيس نقابة وقال لي رفع دعوة يا أستاذنا مثلا أصب يمنعوني من دخول النقابة ده احنا كده بقى فقد الشيء اللي يعطيه ده احنا محامين يعني يا فندم أرجو السامح أخرج عشان يعني يتحد الصف في المحامين ونقدر الناس يصدقونا في الرسالة اللي بنقوم بيها الوقت يا أخوان مر بسرعة برضو كسرت اتصالات ما قدرتش برضو يعني يعني فان شاء الله الحلقة اللي جاية هنحاول برضو ان احنا نغطي الامور دي كلها يعني أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما سمعتم رب العالمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي النفوس ويهدي الناس جميعا يا رب للحق والطريق المستقيم وأن يأخذ كل حق حقه أسأل الله أخيرا أن يحفظ بلدنا مصر الطيبة الطاهرة من أراد بها يا رب خيرا فوافق أعزائي المشاهدين وعلى أمل اللقاء في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة